أحياناً يعني بتلاقي سبحان الله إصابات بعض اللاعبين داخل الأندية بتبقى ميلاد لنجوم جديدة ويا ما شفناه يا ما يا ما شفناه يا ما شفناه أخيرها اللي احنا شايفينه في حراسة مرمى النادل شنوى طبعاً حارس مصر الأول والقيمة الكبيرة جداً اللي ما فيش حد يقدر يساغن عنها خارج لكن مع غياب شنوى لقينا فيه اللي يقدر يسد ويقول أنا موجود وحراسة مرمى النادل أهلي في أمان وفي خير في وجود مصطفى شبير الشكل اللي ظهر به في مباراة الماضية وقبل كده كمان خلي بالك أن النجوم بتولد في هذه المواقف صابت حارس مرمى يلعب مصطفى شبير يبرز يبان كان من نجوم المباراة في ماتش الجزائر دي بتبقى فرصة هو بيمسك فيها بتلاقي عصام الحضر لما أخذ من كابتن شبير برضو يصبف كده زي كابتن أحمد شبير نفسه لما أخذ الفرصة من إكرامه وثابت ومسك في الفرصة وبقى كابتن منتخب مصر فأصدق لك أن الحاجة أم الاختراعة العزيمة لا أنت تبقى شغال على نفسك عشان لما تجيلك الفرصة بس فرصة مش هتستناك فده اللي حصل المثال اللي أنت قلته مصطفى أحمد شبير طيب شايف الأهل في المباراة القادمة أمام مديامة الغاني يوم الجمعة القادمة والأهل سبت النقاط خمسة خمسة ومديامة أربعة مباراة عنق زجاجة وأنا قلقت جدا بعد مستوى الأهل أمام شباب بوليزاد لكن عندي أمل أن الكل يصفق في المباراة القادمة تقول إيه للنادي الأهلي والكل قبل هذه المباراة أقول إن لازم النادي الأهلي ياخد الموضوع أكيد ندي ببارات تأهل نهائية أكيد يعني هو فضل المباراتين بس أنا عايز النادي الأهلي في المتش ده مصد غانا مديامة مديامة الغاني أولا غانا ما عادش غانا اللي هي لحنا أنا آه خلال في كل فترة بدليل إن هم حتى في المجموعة هم الأخير بأربعة بنت لكن المتش ده عنق زجاجة زي ما حداك تفضلت وقلت إن ده هي خلي النادي الأهلي يتربع وميبقاش فيه أي خطورة عليه فعشان كده بقول المتش ده لازم بقى ليه أهمية خاصة لكن أنا فجئت بمستر كولر إن هو سمح لكهرباء إن هو يهضر فرح أخته تقريبا وميسافرش مع الفرقة أعتقد إن ده خطأ فادح معرفش بقى كواليسه إيه وجيت نظرك إيه في المبارا وجيت نظر إن لا ممنوع إحنا عندنا مهمة وراحين مباراة مهمة جدا وخاصة إن إحنا او النادي الأهلي باحتراف طبعا وخاصة النادي الأهلي بيعاني من الحتة دي التهديفية دي مودست لسه المكنا ما طلعتش وحتى مودست ده كمان كان عايز يستأذن هو كمان يعني تأخبالك يعني رضينا فلا كان كهرباء لازم ما يطلبش الطلب ده وكان لازم كولر كمان مستر كولر كمان ما يوافقلوش على هذا الطلب لأن إحنا رايحين في مهمة الكلام ده كان ممكن يحصل لو أنت مثلا هتلعب في مصر ويحضر الفرح ساعة ويروح ويخش المؤسكر لكن إنت تحضر فرح على حساب فرقة ومصير فرقة وبطولة أعتقد إن ده كان كرر خاطئ من مستر كولر أنا معاك في دي احتياج لي كمان بالزبط كده بالزبط كده أنا معاك في دي تمامي يعني أنا أقول لك على حاجة بمنتل أمانة النادي قال لي أخطأ عندما عار محمد شريف شريف لنادي الخليج في السعودية شريف يعني مش عايز أقول أحسن من كلها دون إيجاد البديل بالزبط كده ده هو كان بيح طبعا مش عارة لكن دون إيجاد البديل آه للأسف الشديد طيب على النحة الثانية الزمالك رجع مرة تانية ورجعنا معاه بنشم ريحة الزمالك بتاع الزمان لما كان في دوري إفريقيا طبعا لأندية أبطال الدوري كان أجل